بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن الذين كفروا يعني كفروا بعناد ومنهم الكاتمون في الآيات السابقة الذين كانوا يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى وفي تفسير الإمام العسكري إن الذين كفروا بالله في ردهم نبوة محمد صلى الله عليه وآله وولاية علي بن أبي طالب عليه السلام وماتوا وهم كفار يعني لم يتوبوا هذا في مقابل الذين كفروا ثم آمنوا وماتوا مؤمنين هؤلاء الذين كفروا وماتوا وهم كفار بالعقائد الصحيحة أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين هؤلاء عليهم لعنة الله فيبعدهم عن رحمته إلى نقمته وعليهم لعنة الملائكة فيلعنونهم وعليهم أيضا لعنة الناس أجمعين هذه لعنة الناس أجمعين لعنة في الآخرة فمن الواضح أن الناس أجمعين لا يلعنون الكفار أما في الآخرة فالكل يلعن الكافرين حتى أتباع الكفار يلعنونهم والكفار يلعن بعضهم بعضا لذا الله تبارك وتعالى يقول كلما دخلت أمة لعنت أختها وفي آية أخرى ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ويمكن أن نقول بأنه حتى في الدنيا عليهم لعنة الناس أجمعين بهذا البيان أن كل الناس أجمعين يلعنون الظالم والكافر ظالم فالناس كلهم يلعنون الظالم فيشمل الكافر صحيح أن هذا اللاعن لم يقصد الكافر بخصوصه وبالذات لكنه داخل في عموم اللعن فحينما يقول لعن الله الظالمين هذا يشمل الكافر أيضا خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون يعني هؤلاء الكفار خالدين في هذه اللعنة لأن لعنة الدنيا تتصل بلعنة الآخرة ومن كان خالدا في اللعنة فلا يستحق الرحمة ولا يخفف عنهم العذاب لأنه شديد على وتيرة واحدة من غير تقليله لا كما ولا كيفا وفي الحديث الشريف لا يخفف عنهم العذاب يوما ولا ساعة لأنه لا أمد لعذاب الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى الكافرين ولا هم ينظرون يعني لا ينظر أحد إليهم نظرة رحمة وأحسان أو لا يمهلون يعني لا يمهلون للاعتذار والتوبة لأن التوبة تنقطع بالموت أو لا يمهلون لأن يعملوا صالحا كما أمهلوا في الدنيا أو لا يؤخر عنهم العذاب ففي هاتين الآيتين بيان لأمور ثلاثة اللعن أولا عدم تخفيف العذاب ثانيا عدم الإنظار ثالثا وكل واحد من هذه الثلاثة تشير إلى جانب من عقوبة هؤلاء وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن هؤلاء الكاتمين لصفة محمد رسول الله والجاحدين لحلية علي ولي الله إذا أتاهم ملك الموت ليقبض أرواحهم أتاهم بأفضع المناظر وأقبح الوجوه فيحيط بهم عند نزع أرواحهم مردة شياطينهم الذين كانوا يعرفونهم ثم يقول ملك الموت أبشري أيتها النفس الخبيثة الكافرة بربها بجحد نبوة نبيه وإمامة علي وصيه بلعنة من الله وغضبه ثم يقول ارفع رأسك وطرفك وانظر فينظر فيرى دون العرش محمد صلى الله عليه وآله على سرير بين يدي عرش الرحمن ويرى علي عليه السلام على كرسي بين يديه وسائر الأئمة عليهم السلام على مراتبهم الشريفة بحضرته ثم يرى الجنان قد فتحت أبوابها ويرى القصور والدرجات والمنازل التي تقصر عنها أماني المتمنين فيقول له لو كنت لأولئك موالياً كانت روحك يعرج بها إلى حضرتهم وكان يكون مأواك في تلك الجنان وكانت تكون منازلك فيها وإن كنت على مخالفتهم فقد حرمت من حضرتهم ومنعت مجاورتهم وتلك منازلك وأولئك مجاوروك ومقاربوك فانظر فيرفع له عن حجب الهاوية فيراها بما فيها من بلاياها ودواهيها وعقاربها وحياتها وأفاعيها وضروب عذابها وأنكالها فيقال له فتلك إذن منازلك ثم تمثل له شياطينه هؤلاء الذين كانوا يغونه ويقبلوا منهم مقرنين معه هناك في تلك الأصفاد والأغلال فيكون موته بأشد حسره وأعظم أسف أجارنا الله وإياكم من هذا العذاب الأليم ببركة محمد وعلي وآلهما الطيبين الطاهرين وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين